بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا ما زلنا في رحلتنا يلا نبني يلا نبني يعني تعالوا نمشي مع أولادنا عشان نبني مستقبلهم ونبني فيهم كمان حاجة مهمة جدا جدا وهي نبني زي انهم يستطيعوا انهم يشوفوا الحياة ومش اصدنا نبني ان احنا نفرض عليهم حاجة ولكن اصدنا ان احنا نبني ان احنا نكون مساعدين نكون معينين نكون نعاون نكون سبب من أسباب البناء عند أولادنا وعشان كده احنا النهاردة نتكلم في موضوع في غاية الأهمية في غاية الأهمية على قد ما الموضوع يتكلم عن كلمة لكن احنا ما نتكلمش عن كلمة لان ممكن الكلمة دي زي ما بيقوله كده تبقى كلمة تبقى جرح يعني ممكن الكلمة اللي احنا نقولها دي ممكن تتحول إلى جرح وممكن في نفس الوقت الكلمة دي تتحول إلى فتح الكلمة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة حاجة مهمة جدا واستعمالها محتاج استعمال نبيه عنا في جين ترى ما يقولك العربية دي استعمال دكتور احنا عايزين ان الكلمة دي تبقى استعمال واحد نبيه واحد مركز واحد مصحصح فيه كلمة بنستخدمها واحنا بنربي أولادنا بتبقى في أحيين كتيرة مرعبة ليهم بيحسوا ان هي بتسلب منهم حريتهم وتتحول من كلمة إلى كلمة إلى جرح لأنها بتسلب منهم رغبتهم في التجربة وفي نفس الوقت الكلمة دي للأباء نغنى عنها ايه الكلمة العجيبة دي في نفس الوقت الأولاد ممكن إنجرحوا منها لكن أباء محتاجين لها جدا جدا أباء أقصد الأباء والأمهات ايه الكلمة دي هي الكلمة العجيبة اللي اسمها لأ 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 اللي أولادنا بيقولها لنا تمرد احنا ما ننفعش نقول لهم تمرد او ما ننفعش نقول لأ عقاب او ما ننفعش نقول لأ عشان نسجنهم او نحبسهم نلقى كلمة مهمة جدا واحنا بنربي اولادنا وهي كلمة مش جاية عشان نمارس بها السلطة هي كلمة مش جاية عشان نريح بها نفسنا لما يبقى قولنا دماغنا ولا هي كلمة استسال كمان عشان نريح نفسنا من الصداع ومن الكلام الكتير ولا نعرب من هناء البحث عن جدوى كلمة اخرى فنستخدم كلمة لأة للتخلص من المواقف المختلفة فنستخدمها كبديل دائم بدون ما نفكر في البداية الاخرى او نهرب لاننا مش قادرين نتحمل معاهم تجربة عواقب نعم فكلمة لأة مش كلمة عشان نخلص بيها كلمة لأة كلمة محتاجة نكون مخلصين فيها مخلصين فيها يعني ايه؟ درسناها بما نقولها وهي محتاجة حاجة اسمها الحكمة ان انت هتحط ايه؟ امتى؟ وازاي؟ لان احنا ساعات بنستخدم كلمة لأة واحنا بنظن ان كده بنحافظ على اولادنا وبنختار لهم الافضل كل ما تخليهم هم ممنوعين عن بعض الحاجات دي انت كده بتجنبه من مخاطر الحقيقة لا لكن في احيانه كتيرة حتى بشكل غير واعي بنكون عايزين نحطهم في قالب في نموذج بنتمنى يعني احنا عايزين نحطهم في قالب ما يخرجوش منه مش اننا نخرج منهم احسن ما فيهم ولا اجمل ما فيهم بالطريقة المناسبة ليهم خلينا فكركم ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في اول مشهد بيظهر في حضرة النبي ازاي بتعامل مع كلمة لأة لما امه انس ارسلت سيدنا انس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت سيدنا انس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتربى يتربى بالممارسة بالمعايشة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا أنس فلما يقول ليه لشيء فعلته ليه ما فعلته أو لشيء تركته ليه ما تركته يعني هنا حضرة النبي ما استخدمش معاه لأة على الدوام ووضح أنه لأة ما كانتش حضرة في المشهد طول الوقت وكتر استخدام كلمة لأ على أي شيء بيخلي الكلمة تفقد معناها مش بس تفقد معناها تتحول إلى معاني أخرى ممكن توصلنا إلى مش بس عكس المراد تبصلنا إلى فساد التعاون كله ما بين الأباء والأولاد لأنها بتحسسهم بالدي وكتر القيود اللي بيخليهم يحسوا أنهم مش بنقادمين طبيعيين بيحسوا أنهم آلة أو لعبة في إيد اللي بيقولهم لا فبيفعهم ده أنهم أول ما يلاقوا فرصة لكسر القيود دي يكسروها ويتمردوا عليها ويعتبروا أن التمرد عليها ده شيء واجب عشان يتخلصوا ويستردوا إنسانيتهم ممكن نلاحظ ده وإحنا بنقرأ حديث سيدنا جابر رضي الله عنه لما قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال له وكان الرسول اللي بيحسوا سلم مش شايف أن الحياة مبنية على القيود لكن شايف أن الحياة مبنية على الوسع وعشان كده خلي بالكم أن استخدام المفرد في كلمة لأ بيخرج الحياة عن أصل حقيقتها أن الحياة مبنية على الوسع وإنت بتحولها إلى حياة مبنية على الضيق أنا عارف أن في حد بيسمعني دلوقتي بيقول لي طيب يعني نسيب أولادنا كده من غير تربية ده مش حقيقي هو مش لازم تقول لأ ممكن توصل الناس إلى أنهم ببدل ما تبقى لأ بتغلق ممكن لأ تكون بتفتح تعالوا ما تعلم أن كلمة لأ مش كلمة بتتقال في كل وقت على أي شيء ده أول حاجة لازم نفهمها لكن في أوقات محددة ومواقف محددة لازم نقول فيها لأ ليه بنستخدم لأ ده سؤال لازم نسأله نفسنا بنستخدمها مش عشان نحميه وخلاص ولا عشان نحدد له مسار لأن على فكرة في بعض الأحيان تحديد المسار ده بيكون هو نفسه هو ما أسميه أنا تأسيس فكرة الهشاشة النفسية وتأسيس فكرة الاعتمادية فإحنا مش عايزينهم يمشوا في مسار بالعافية فنقول لهم كلمة لأ كلمة لأ بنقولها عشان نساعد أولادنا أن يكون عندهم خريطة معرفية بتعبير أسهل وأيسر كلمة لأ بنساعد أولادنا على أن هم يكونوا مستقلين ويكونوا قادرين يفكروا تفكير واسع مش تفكير ضيق إيه ده بس نحن مباخدين أن نحن نستخدم لأ دي أنا لما أقول له لأ على ده أنا بتحله الفرصة أنه يعرف أنه في نعم لده وده 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 فلازم أنا بقول له لأ ما يحسش مني أننا بسلبوا الاختيار لكن لازم يحس أننا بفتح له أبواب خيارات جديدة عشان يقدر يشوف الحياة من خلالها فهي اللي بتكون العين الخيارات دي بتفتح له عين هي اللي بتكون العين اللي بيشوف فيها الحقيقة على طبيعتها والأشياء على طبيعتها فيقدروا يقيموا الاختيارات دي حواليهم ولذلك هي كلمة معيارية يعني إيه كلمة معيارية؟ يعني كلمة بتنفعش تبقى كلمة مجردة بقول لا أو بس لا هي كلمة بتعلم أولادنا المعايير بتساعدهم على اتخاذ القرارات بشكل حكيم فكلمة لا كلمة جوهرية في الحياة وأنا بحبش تقسيم الحياة لا نعم ولا لا في حاجة احتمال تاني واحتمال التجريب لا نعم ولا لا أننا نجرب لكن هتفضل كلمة لا كلمة جوهرية ومفتاح أساسي مهم جدا في التربية ليه؟ لأننا لو ما قلناش كلمة لا في بعض الأحيين قد نفقد مسؤوليتنا أدي واحد مش قد نفقد مسؤوليتنا قد نكون في بعض الأحيين نحاول أن نعوض قصور فينا بأن احنا نشعر أولادنا بأنهم من حقهم يعملوا كل حاجة وما فيش إنسان أبدا من حقه يعمل كل حاجة ويساعتها إما يوصلوا إلى التفلد أو يوصلوا للاعتمادية إننا عامل مصيبة وأبوي وأمي هيلموا المصايب اللي أنا عاملة وعشان كده كلمة لا هي جزء من معنى الرعاية اللي اتعلمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتي بما إن أنا مسؤول عن رعيتي فإن أنا لازم أكون حكيم في الرعاية فأقول كلمة لا عشان أقول للفلان إن أنا برشده فكلمة لا كلمة إرشادية برشد بيها مش كلمة تعجيزية أو كلمة بحاول بيها أسجن أولادي لكن أمتى بتكون كلمة لا جزء من الرعاية لما نستخدمها برشد ولما بتكون في أماكنها الصحيحة ولما استخدم لا لمجرد مش لمجرد إن أنا أرتاح لا عشان أفتح كلمة لا دايماً أقول ما تستخدمش كلمة لا عشان ترتاح لإن كلمة لا ربنا خلقها عشان تكون مفتاح مفتاح لإيه؟ لوسع الحياة وعشان كده نازم نعلم أولادنا إن هم يوزنوا في الأشياء فكلمة لا بتيجي عشان تقوله إيه؟ أنت لما أقول كلمة لا أتى وقت التفكير أتى وقت البحث أتى وقت النظر فوقات كتيرة مش بتكون كل كلمة لا أتى مفيدة لأن جزء مهم في التربية هو التعلم في بعض المواقف من خلال عواقب الأشياء بالتجربة فتبقى كلمة لا أتى مش كل مرة لما أقول لا أتى بتكون هي الكلمة الصحيحة طب نعمل إيه بقى؟ فالحكمة في استخدام لا أتى مهمة يبقى إذن أول حاجة كلمة لا هي كلمة كلها في كلمات كده كلمة لا زي كلمة نعم عاملة زي حد السيف لها حدين ممكن تجرح وممكن تساعد فلذلك أي حاجة يمكن استعمالها استعمالين يبقى رأس التعاون معها هو الحكمة وأنا لازم أعلم أولادي الحكمة ومهمة بيتستعملوا كلمة لا الحكمة يعني إيه؟ كلمة لا الكلمة ليست مجردة لازم أشوف المعنى اللي وراء لا وفي نفس الوقت لما على طول أسمح بأي شيء من غير مراجعة ده بيحرم أولادي من أنه تتكون عندهم خريطة لمعرفة الحياة بشكل صحيح اللي يقدروا معاها يعملوا علاقات ويعملوا ويتعاملوا مع الأشياء بشكل متزن ويبقوا مهيئين للنضوج لأن كلمة لا بمناسبة الإفراط في كلمة لا هو أهم الأشياء التي تعجز الإنسان ويبقوا عنده عجز نفسي عجز نفسي يعني يمنعهم من النضوج ما ينضوجش طب إمتى نقول لا بقى لأولادنا كلمة لا بنستخدمها بشكل أكتر لما أولادنا يكونوا في محارة صغر عشان لسه بيبتدوا يتعرفوا على معايير الأشياء أنا مش من اللي بيحبزوا أن نستخدم كلمة لا حتى مع الصغيرين بإفراط لكن بحب أن أنا أستخدم له عبارات زي ما تجرب ده الأحسن تعمل ده شوف ده أنا بحب أن أنا أستعمل ده لكن لما بيكبر أولادنا بتتحاول كلمة لا إلى كلمة نصيحة لو أنا تعودت من هو وصغير أن أنا أتعامل معه على ده بحسسه أنه هو دايما صاحب مسئولية وصاحب رأي واختيار وفي أساس لما بيكون موجود بين الأولاد وأباءهم بيكون احتياجنا لكلمة لا أولاي آه طبعا أنا سمعكم أن أعرف الأساس ده الأساس هو الحوار لما يكون بينهم حوار ولو اضطرنا نقولها بنقولها بسهولة ساعتها الحوار الودود الدائب ده هو اللي بيساعدنا أن نحن تقل لكلمة لا أباء أولاد ويخلوا الأباء يفهموا ويتفهموا ويتفهموا مع أولاده لأن فيه ساقة متبادلة بينهم يعني يسأل على البدل ما استخدم كلمة لا لو أن أنا فتحت السؤال سألت أولادي وبعمل حوار فبسأل أولادي يقول لي مثلا أنا ممكن أنزل دلوقتي ومن غير ما أعمل المذاكرة يقول لي إن في الحقيقة أنا حاسس إن أنا عايز ألعب شوي أقول له طيب هنعمل إيه طيب في الواجب أنا قلت لا ما قلتش لا بس المعنى دلوقتي عندي إيه أنا بشغل دلوقتي طاقت الحكمة طبعا نعمل إيه في الواجب أعمله لما يجي طيب هل الوقت هيكفل لما تيجي استنى كده أفكر يا بابا لا الوقت مش هكفل يبقى أنزل الوقت تاني أنزل الوقت تاني كان المفروض أقول إيه أقول له لأ في الأول خالص فالولد عايحس بإنه إيه بحس إن أنا بقهره لكن لما ابتدنا الحوار واستخدمت طريقة السؤال أصبح هو متخز القرار وأصبح هو عنده تفكير سليم في عواقب الأشياء وعشان كده فيه أصول بنعلمها الأولادنا بتخليهم يعرفوا حدود حريتهم وتساعدهم على تقييم الأمور بنفسهم الأصول دي بنتعلمها مثلا من المحددات المهمة اللي بتخلينا نتعلم ده مقاصد الشريعة الخمسة مقاصد الشريعة الخمسة الميزة اللي فيها لو حطينا كلمة حفظ تتحول إلى معيار يعني حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ العرض حفظ المال شننا كلمة حفظ تحولت إلى مجالات حياة فأنا لما بقول لأولادنا أقول لأولادي أنت لازم تكون تحافظ على صحتك أنا ما قلتلوش لا ما تكلش الأكل الوحش أنا قلتلو لازم تحافظ على صحتك قلتلو مش كل حاجة تتقلك تصدقها أنا حاولتو أنا قلتلو إيه لازم تفكر في كل حاجة عشان يبقى عقلق للتسع فلما تتعرض عليه كل حاجة ما قلتلوش لأ لكن أنا لازم أقول له إيه لازم أنت بتتعامل مع الناس مهم جدا أن احنا بتتعامل مع الناس تستحضر أن احنا عبيد لله فيما يجي يتعلم يتعامل بأخلاق إحنا دايما ربنا معنا ودايما ربنا بيحبنا ودايما ربنا بيساعد فما تقس استمر إيه اللي حصل أنا بقول له كلام هو في الأخ الخالص هيدينه معيار ده اللي أنا كنت أصده من لأ بس ما كنتش عارف عبر عنه لكن تفضيلات الأولاد ورغبتهم في تجربة في تجربة أي شيء إذا كانت ما بتتعرضش مع الأصول الخمسة دي ياريت ما تقولش في لأ عليه طب إيه اللي خلينا نقول لأ لمجرد لأ من غير نقاش وتفكير في خمس مواصفات لكلمة لأ مهم أن نراعيها عشان تكون مبارئة لما استخدم كلمة لأ مهم أن أنا أستخدم المعايير دي عشان تبقى لأ فعالة لأ فعالة يعني إيه لأ تبني تعال نقول نحن نريد أن نستخدم لأ التي تبني إنها تكون مبررة يعني كلمة لأ أنا تكلمت كتير بس أنا عايزين نراكز بقى إن لأ تكون مبررة لأن بدون تبرير بدون تبرير كلمة لأ أولادنا بيحسوا إن هم ده نوع من أنواع السيطرة والتحكم فيحسوا بالغضب والإحباط وسعادة يحسوا بالمظلومية وسعادة يحسوا بإن هم يتضايقوا وأقل حاجة ضرراً وإن كانت ضرر اسمه ضرر إنه يختار إنه يبقى يستخدم الطفولة المزعنة فيقول حاضر عشان يرتاح يرتاح مني لكن هم بعد كده ممكن على فكرة يعملوا لأمم عايزينه فالمعيار ده معيار مهم جداً جداً فكلمة لأ من غير تبرير واضح للأولاد بيخليهم وعطف تكر إن أنت أن أنا مش هقدر أقول لك لا مش هقدر أقول لأ لأن المعنى اللي وراء لأ لو بررته لأ معنى أكبر منه لأ بررهون مفيش ولا معنى أكبر منه ولا حاجة أنا بقول لك لأ بلاش ده عشان دوت للأسف خطر عليك في المستقبل ممكن يفتح عليك باب إن أنت تكره اللي حولك كله إزاي يا بابا لأن أنت لو أنت اتصرفت بالطريقة دي ممكن اللي قدامك مايفهمكش أو ممكن يفهمك بطريقة غلط طب أعمل إيه عشان يفهمني بطريقة إحنا روحنا حتى تاني بقى حتى وسعى بقى حتى فيها وسعى للتربية يبقى إحنا لازم نعمل كده المعيار التاني عشان أقول لأ إنها تكون تفتح بدايل مهم تكون لا بتفتح بدايل أنا بسميها لا المفتاح تفتح بدايل تاني مثل لو جاء ابني مثلا قال لي ماما أصحاب المسافرين وعايز أسافر معهم وإنت مش عايز يسافر مع صحابه لأنك أنت ألقان عليه أو أنت ألقان عليه فممكن بعد ما توضحي إنه هو مش مناسب السفر المرة دي عشان كده وكده 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 بتقول لي مش هينفع السفر ده عشان الجو النهاردة مش مناسب عشان كمان المدارسين عددهم قليل عشان أنا كنت عايز أسافر معاك وإحنا ممكن نستمتع مع بعض لكن جايز المرة جايك إنه وقت مناسب ونسافر مع بعض فممكن تقترح عليه إنه يعزم أصحابه في البيت ونخرج مع بعض كلنا وإحنا نكون موجودين في الخروجة دي وتقضي وقت حلو مع بعض سواء في البيت أو برا البيت وفي نفس الوقت أنت كأم تكوني مطمئنة مين أصحابه اللي هو عايز يسافر معاهم واللي هو يعرفهم وده مناسب جدا جدا لشعور الأميات وتقيمي مسألة السفر وبعدين تشوفيه الطريقة المناسبة للتعامل معه مسألة السفر دي المعيار التالتي أول معيار إحنا قلنا معيار مهم جدا إنه لا تكون مبررة الثاني حاجة إنه لا تكون بتفتح البداية الثالث حاجة إنه تكون خالية من ابتزاز عاطفي لازم تكون لا خالية من أي ارتباط بزعل ماما ولا بابا لأنه كده بنخليهم مهزوزين وحاسين إنه هم إيه هيتسلب منهم الإحساس بالقبول لو أخدوا قرار مش مقبول من اللي حواليهم فيحسوا بالعجز ويحسوا بإنه هم مش قادرين إنه هم يعيشوا حياة مستقرة فبلاش أقوله لا أولا عملت كده انت لابني ولا عرفك بلاش ليه كده بس ليه ليه المبالغات دي ما بلاش ده رابع حاجة رابع معيار إنه تكون لا خالية إنه تكون لا خالية من نبرة السيطرة فكرة لا إنت تسمع كلامه وخلاص ده مش بيرب الأولاد على الاتزان رقم خمسة إنها تكون خالية من الانتقاد والاتهام زي مامة تقوله مامة عايزة أخرج مع أصحابه ما فيش خروج ما طبعا عايز تهرب من المذاكرة ما طبعا أنت خلاص شايف نفسك دلوقتي ما طبعا أنت دلوقتي ما بقيتش خلاص بتسمع كلامي ما طبعا ما طبعا ما بلاش ما طبعا دي الطريقة دي بتخلق في أولادنا الإناد وتشجعهم على الاستبياع عارفين اللي استبياع أنا إذا كنت هي دي صورتي عندكم أعمل كده طب نعمل إيه بقى عشان نقدر نوصل إن لا تكون بفيها المعايير اللي إحنا زكنا دي أول حاول حاول إنك إنت في المواطن اللي بيكتر فيها الصدام والتمرض مع أولادك ما تستخدمش معهم الشريط الولدية الانتقادية ولا حتى الولدية الرعية عشان ما يتمردوش عليك لكن نشط عندهم شريط البالغة بيبقى بالأسئلة الحقيقية لا الأسئلة الاستنكارية ولا الأسئلة الإيه حقيقة لا استخدم معهم الأسئلة الحقيقة نعمل إيه طب في الموضوع ده سؤال بسيط بعد كده تاني حاجة كتروا الحوار مع أولادكم حوار مريح مريح في القعدة مريح في التعامل مريح في الوشوش مريح في الكلام تعملوا كده تالت حاجة علموا أولادكم بشكل واضح الأصول الخامسة اللي احنا ذكرناهم ونساعدوهم إنهم يفهموها كويس وتكون معايير عندهم من معايير تقييم الأشياء آخر حاجة نصحت لكم عشان تقدروا تقولوا لأ وانتوا مرتاحين علموا أولادكم إن لأ دي مش سيف وإن لأ دي لما قولها لكم من حققكم تنقشوني فيها ومن حققكم تكلموني عنها لأن احنا لو تكلمنا واتنقشنا فيها ممكن نوصل لخير كتير ونوصل كمان إلى تعامل رشيد وفعلا ساعتها عنبقى أول مكان بنطبق فيه قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم والرحمن وتعالى يرحموا من في الأرض أول ما كان بنكون بررحم فيه هو أهلنا وأولادنا لأن احنا على فكرة أن احنا نستخدم لأ بشكل رشيد نوع من أنواع الرحمة مع أهل بيتنا لأن الرسول الله سلم لما كان بيقبل أولاده ودخل على الرجل عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحد منهم قط قال بل لا يرحم لا يرحم ارحموا أولادكم واستخدموا له بشكل رشيد هتحتاجوا تتمرنوا عليها شوية وتتضربوا عليها شوية بس ما أقول لكمش بقى السعادة والهنة اللي هحصل لكم وإزاي حالتكم هتكون موسعة وإزاي أولادكم هنحبوكم ويتعلقوا بيكم ويحسوا بأنه أنتوا مصدر حكمة بالنسبة لهم ويكون مصدر لأن الكلام اللي هتقولوه مكان لأ أو الكلام اللي هتبرروا به لأ هيكون فيه نشاط عقلي ونشاط روحي ونشاط قلبي يجمعكم على محبة الله محبة رسوله ويجمعكم على نور الله اللي هيقذف في قلوبكم لما تكونوا محل لقوله تعالى وما يؤتل حكمة فقد أوتي يا خيرا كثير بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وأقت عشان نجاوب عليها ولكن تعالوا نبتدي على طول مع حضراتكم ونتلقى أول سؤال من حضراتكم مع أم حنين أم حنين تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك فضل ونعم الحمد لله بصة حضرتك أنا معي خمس أولاد خمس عيل ثلاث سبيان وبنتين باباهم لما هم بيجوا يطلبوا حاجة أنا ببقى موافق عليها السواب يرفض يعني مثلا معي حنين الكبيرة أولى عديني هي مثلا عايزة جيب تليفون زي زميلها وزي أولاد عمتها وولاد خالتها وكذا هو رفض الفكرة عايزين يطلعوا مثلا يروحوا هنا يروحوا هنا كل حاجة يقول لنا لأ ولما نيجي نتكلم معاه يعني بنخش معاه في الشوار ما بنطلعش بنتيجة يعني يعني هو حكم بكلمة لأ في كل حاجة ولو حب يودينا تخطة هو بيودينا بس ما بنكمنش نص ساعة ساعة وبنرجع بس هو على طول حبسة العيال في البيت طيب انت عايزين عايزة تقوليني ان نعمل ايه في الوضع اللي احنا فيه ده او هم مش عايزين ان هم يعني كلمة لأ دي بيداي يعني كل حاجة لأ 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 وانا في نفس الوقت ما بقاش عارف اعمل ايه ما ينفعش هو يقول لي ما تطلعهمش وانا روحانا مطلعوهم او 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 كلام ده كله هم يعودوا لي يا ماما طمنت لك رأيي فانا ما مش عاد العيال بقى العيال بقى العيال يقوم بدور بقى مش عائل الحروب وحسا انا كمان يعني انا كمان المصدود ان انا عايز امسلا اشيل تليفون او عايز اعمل الواتف اعمل الصفح عشان جروبي المدرسة او 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 بردك الكلام ده كله لا كل حاجة لا طيب انا اقول لحضراتك تعمل ايه اول حاجة اه واضح اوي اهمية الحلقة بتاعت النهار ده اهي الحلقة واضح اوي على الناس ان ايه الممارسة واضح فيها جدا جدا الاستعمال لكن لا اول حاجة فيه حاجتين انا اتكلم اول حاجة زوج حضراتك وبعدين ارجع اتكلم حضراتك تعبلي ايه بص حضراتك انا افترض ان انت ابو حنين بص يا ابو حنين ان انا حضراتك قلت ان حنين ده بنتك كبيرة بص ليس معنى المسئولية ان انت وليس معنى ان ان انت بتأمن اولادك ان انت تخليهم في المكان اللي ما يعملوش حاجة فيه المكان اللي ما يعملوش حاجة فيه هيدخلوه من نفس الأمارة والشيطان فيه بس ساعتها مش هيدخلوهن بس من إن هم يتمنوا الحاجة اللي هم كانوا عايزينها لا ده عيعتبروا الحاجة اللي كانت عايزينها ده مليانة بالخيال مليانة بالأحلام مليانة بالحب مليانة بالمشاعر يفضلوا وعملين خيالات ومبتعدين عن الحياة أضف إلى ده كمان إن هم هيعتبروا الحاجة اللي انت منعتهم عنها ده جزء من الجنة وهم دلوقتي بيتحطوا في النار أنا مبلغش على فكرة لكن أولاد كتيرة بيقولوا لأباقهم انت عايشتنا في نار منعنا من كل حاجة لغاية ما حسنا إن احنا في سجن وفي نار طب أنا مقدر أنا بقولك أنا مقدر إن انت خايف عليهم بس مش مقدر إن انت تربيهم بالخوف التربية بالخوف ده لو كنت انت اللي بتحميهم احنا ما منربيش أولادنا لوحدنا احنا بيربي أولادنا يعني بناخد بالأسباب وربنا اللي بيربيهم ربنا اللي بيهديهم أحد الأشياء اللي بتخلي أولادنا تربيتهم كويسة هي إن احنا وثقين في الله إن احنا عندنا يقين في الله فالأولاد يقدروا يفهموا إزاي يبقى فيه سقة ما بين الناس فأنت ويسقوا كمان بإن هما ناس محترمين يعتمد عليهم يعني انت لما بتقولهم لا هما بيحسوا إن انت حاسس إن هما ما يستحقوش إن هما يعيشوا حياة طبيعية لأن انت شايف إن هما أقل أقل أخلاقيا أقل فكريا أقل اجتماعيا فبتمنعهم عشان ما يختلطوش بحد عشان ما يتفتنوش ما تمنعهم عشان عقلهم يبص بتمنعهم لأن أخلاقهم تبص فهما يحسوا بإن هما تفهين فده مشروع لتدفيه الأولاد فإذا كنت عايز تخلص من ده لازم تشوف الحلقة وتشوف النصيح إن احنا قلناها أهم نصيحة اتكلم معهم ما تهربش ما تهربش من مسؤوليتك أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أنت كده بتهرب من مسؤوليتك نعمل إيه با مع الوالد نشجع الأولاد على إن هما يطرحوا كلام مناسب مثلا نشجع الأولاد بابا أنا بحب رأيك في الموضوع الفلاني هو حضرتك ليه عايزنا ما نعملش ده فنخلي الأولاد يشجعوا أبوهم إن هو يبدي رأيه ويبرر ليلا كل ما نشجعه على إنه يبرر ليلا كل ما أنا بشجع ارتباط الأولاد بولدهم لأن كل ما بيعرفوا ليلا كل ما بيكون ده أحسن الأمر الثاني إن أنا دايما تحسسي زوجك إن أنت في ظهره مش إنك أنت في جهة وهو في جهة فالأولاد يلعبوا عليك أنت أن يخلوك أنت معاهم ضد أبوهم لا دايما حسسيهم إن أنتوا مع بعض وإنتي روح يتكلمي مع مع الزوج قبل ما الأولاد يعرضوا الحاجة عليه وبيني إن أنت مستعدية إن هي تنفذي رأيه بس بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي هو عملها آخر حاجة ببساطة خالص إن أنتوا لا تكلوا ولا تملوا وما تزهقوش من إن أنتوا تطلبوا الحوار معاه لأنه أكيد في يوم هيحس بالأهمية ده ويجي تحاور معكم من ثلاث حاجات اللي أنا قلتها لحظاتك دي مهمة جدا 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 معانا أم محمد من سواج تتفضل؟ أيوة يا أمي أيوة يا أستاذ أمر يا حبيبي ربنا أعزك أيوة يا شيخ أمر أي ربنا يسلم يسلم فنك وتسلمي وتسلمي من كل مكروح أنا مستهاج نستنىك كل يوم على راسي على راسي على راسي على راسي زي ماما أنا يعني ربنا يخليك إليه كل يوم هنقعد قدام التلفزون كل يوم ربنا يخليك إليه ما تحرمش أبدا منك حاجة محمد أنا من قوليني بعد من رابعة ابتدائي أنا سني 75 سنة لسه شابة يعني من رابعة ابتدائي وأنا نصلي سلطة وأنا عيلا نصرخ ونصلي لحد الآن ما فأتميشي وقت بس القرآن يا حبيبي ست يماي حاجة محمد ممكن توطي ممكن توطي التلفزيون وتسمعين من ممكن توطي التلفزيون وتسمعين من التلفون بس عشان خطري يا شايف عمر يديك دلت العمر يا حبيبي تفضلي 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 ربنا وما فيش دعو طيب أنا المظلوم نمشي معاه يكشي المور ربنا ربنا يطول في عمر كنت يعني ربنا يا جبال نين أجاوب على حضرتك أجاوب على حضرتك يا حاجة محمد أجاوبك بسي حاجة محمد جم 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 الصحابة يسألوا رسول الله أقول له رجل بيصلي بنا ده يا رسول الله ما عندوش غير إيه غير سورة الإخلاص يصال لي بالفتحة وسورة الإخلاص الفتحة وسورة الإخلاص الفتحة وسورة الإخلاص رسول الله عارف هو الراجل كان بيعمل كده ليه بس سألهم يسألوه هو بيعمل كده ليه فالراجل قال لهم صفة الرحمن أن ربنا يا سبحانه كله والله وأحد الله والصمد يبقى إيه اللي حاصل قال صفة الرحمن فقال حضرت النبي قال لهم إيه أخبروه بأن الله يحبه ما قال لهش يغير بقى يعني حتى ما سألهم مش هو حافظ غيرها ولا مش حافظ غيرها هو التزم بقوله هو الله و أحد لأنه بيحبها بيحب سفة ربنا ده يخلينا إيه خلينا نقول لك حاجة محمد يا ممي أقول لك إيه أن أنت سيرك على أنك أنت تقرأ الفتحة وقوله هو الله و أحد إن شاء الله ربنا يقبر منك الصلاة وصلاتك إن شاء الله تبقى عمرانة بالنور و البركة و هيه بينا على حضرتك وإنت حضرتك بتقولي إن أنت ما تحبيش الظلم كله الله و أحد أهيه أسمرت في حياتك إن أنت بقيت مؤمنة بإن ربنا معاك فما تقبليش إن أنت تظلم ولا تظلم ربنا يبارك لك وإن شاء الله دايما في خير وبركة و نور و فتح و توفيق يا سادة نهاردة تكلمنا بشكل واضح على موضوع مهم موضوع من موضوعات أنا بسميها موضوعات الحكمة التربوية في حكمة تربوية الأباء والأمهات لازم وما يؤتى الحكمة فقد قوتي أخيرا كثيرة لازم نعرف إن في حكمة في التربية من أهم الحياة اللي بيزهر فيها الحكمة في التربية إن أنت تستخدم بعض الأدوات التربوية اللي منها كلمة لا وعشان كده دايما خليك وإنت بتقول لا برر لأولادك تكتر الحوار مع أولادك قدم لهم البداية إنت بتتكلم معهم كمان خليك قريب منهم خليك كمان بتتفق مع زوجتك قبل ما تتخذوا القرار خلي أولادك يحسوا دايما أن أنت بتشاركهم لأن كل ما تشاركهم الحوار كل ما تشاركهم البحث كل ما تفكر أن لا تكون فتحت خير ليهم كل ما كنت من أهل الحكمة يا رب اجعلنا على الدوام من أهل الحكمة واجعلنا من أهل الفتح واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل النور واجعلنا يا ربنا نعرف أنك معنا ونعرف أنك تمدنا ونعرف أنك مددنا فيا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي ويا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي فامدني يا رب العالمين وأمد كل أب وهم أمدهم يا ربنا بالحكمة ليتخذوا من المعاني ما يفتح لأولادهم أبواب النعيم الذي سميته لنا الحياة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل الحكمة في كل وقت وحين